زيارة يقوم بها وفد أوروبي إلى اليمن لبحث إمكانية استئناف المحادثات السياسية بين الأطراف يضم الوفد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانزي جراند بيرغ والسفيري فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفي والسفيرة هولندا إيرمافان ونائب رئيس البعثة الأوروبية ريكاردو فيلا لقاء مع رئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك ولقاء آخر في صنعاء مع قيادات مليشيا الحوثي الزيارة إلى صنعاء أتت عقب محادثات جرت الأسبوع الماضي في عدن مع الحكومة وأطراف رئيسية أخرى تهدف الزيارة بحسب بيان الاتحاد الأوروبي إلى التواصل المستمر مع الأطراف اليمنية لحثها على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتشجيع الجهود الجارية لخفض التصعيد واستئناف المحادثات السياسية ضمن المهمة المعلنة لهؤلاء السفراء هي إزالة العوائق أمام الوصول الإنساني وتحسين بيئة عمل الفاعلين الإنسانيين واحترام حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية ومناقشة الأمور الاقتصادية والتنموية والبيئية والثقافية أما المبعوث الأممي فقد استؤنفت مسائه من العاصمة السعودية الرياض حيث التقى قيادات الحكومة الشرعية في سياق محاولاته دفع مسار السلام مع الإنقلابيين الحوثيين وذكرت المصادر أن لقاء غريفث انحصر مع مستشاري رئيس هادي وهم أحمد عبيد بن دغر وعبد العزيز جباري وياسين مكاوي هذه اللقاءات جاءت متزامنة مع تصعيد عسكري جديد حيث شنت ميليشيا الحوثي قصبا صاروخيا على معسكر للجيش الوطني في مأرب أدى إلى السقوط 111 قتيلا وعشرات الجرحة السعي الأممي وراء استناف المشاورات السياسية ليس سالكا فما عجزت عن تنفيذه الأمم المتحدة بالأمس قد لا تستطيع تنفيذه اليوم أو غدا خاصة مع عدم التقدم في تنفيذ اتفاق ستوك هولم الذي مضى على توقعه أكثر من عام فمحافظة الحديدة تخوض مواجهاتها العسكرية مدللة على فشل جهود لجنة إعادة الانتشار في إيقاف الحرب أما الملفات الأخرى المتعددة التي حملها اتفاق السويد كملف الإفراج عن جميع الأسرام للطرفين وفك الحصار عن مدينة تعز فإنها ما تزال قيد الأوراق والوعيد المؤجلة